في سياق الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير العدل وحقوق الإنسان إلى الإدارات والمؤسسة التابعة للوزارة فقد قام الوزير أحمد محمد حسن صباح اليوم بزيارة التفقدية لمعرفة سير العمل بمشروب بناء سجن كليسم كان ذلك برفقة بعض معاونه تقرير إبراهيم محمد مساء بعد تسلومه قيادة العمل بوزارة العدل وحقوق الإنسان قام وزير العدل بزيارة إلى سجن كليسم التي هو قيد التشهيد بدأ بالاطلاع على خرائط المشروع مع مهندس المشروع وتجول داخل المباني الجديدة موضحا شروحات مفصلة عن المشروع أما بداية المشروع أكتوبر 2013 إلى مايو 2015 لكن الخدمات توقفت 15 فبراير 2015 عدم التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة أما المشروع نفذت 35% حاليا في كلمة الوزير أشار أهمية المواصفات للسجن تكون مطابقا مع المواصفات العالمية لأن السجين له حقه الإنساني باعتباره كإنسان أحسنا إدة حاجات مثلا لأن السجن يكون متابق مع القوانين الدولية متابق دولة شات دولة ديمقراطية ودولة الهريات لها اهترام القوانين اهترام هرية الإنسان اهترام هرية الإنسان كنفس مهما يكون القوانين وننوه إلى أن مثل هذه الزيارة تعطي دفع للعاملين لاستئناف العمل في المشروع وتنبيه لشركاء البلاد للدعم والوقوف مع الحكومة لإتمام مثل هذه المشاريع في الوقت المحدد